موسيقى بونسوار مساء الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من اللاست سين لليوم لما تكون البساطة والعفوية بكل أركانة هي مفتاح ومحفز للنجاح يلي برغم من كل الأمور المتصنعة والمعقدة اللي اليوم عم تخدنا طلعنا نحن من حب العفوية أسيرين لإله من دون ما نحس كعودة للطبيعة للجزور أو للحقيقة خاصة إذا رفقنا التميز والتفوق بذكرى وقدرة إبداعية على الخيال شخصية مسمعين مشاهدينا هي نموذج المرأة الجنوبية بشكل عام وجدت محمد حايق بشكل خاص هي شخصية فرضت وجودها بحياتنا بعالم الضحك خلتنا نحفظها ونتعود عليها بكاركتير محدد وخاص فيها هالشخصية مشاهدينا لطالما كانت أكترية جيل الشباب يخجلوا إنه يعبروا عن عداتهم وتقليدهم عن حياة أهليهم التقليدية بس اليوم صرنا بفضل محمد حايق عم نعاتب ذكرتنا إذا نسيت للحظة شي هفوي أو شي نهفي قد ما بترجع لنا الروح والطاقة والإيجابية والإجماع والمشاركة مع قصصنا ولو بفوارق بسيطة شو سرها الشخصية وقدري مطلوب يكون عندنا خيال وخبرة وصور وقصص وتجارب لنعيشها ونرجع نطبقها لننجح ليش الناس حبت هالدور؟ هل شوءاً وإعجاباً بالمرأة الجنوبية أم إعجاباً وإمبهار بأداء محمد حايق بالتمثيل؟ وقدي بده هالدور جرأة وقوة وإسرار وتحدي وبالمقابل هل بعضنا قدرين نفصل حبودي عن إم إسماعيل كمشهد أولي؟ خلونا نرحب مشاهدينا نحن وإياكم بمحمد حايق أهلاً سهلاً فيك مساء الخير مساء الخير لكل المشاهدين لكل اللي عم يحضروني من مشارك الأرض ومغاربة ومساء الخير لكل حدا موجود بالأو تيفي ولكل حدا عم بتابعنا ومساء الخير لألك شخصياً نرسي مرسي أهلاً وصحيلاً فيك بده رحب فيك وبده رحب بوجودك وحضورك معنا وبدأ نقل لك الحمد لله على السلامة الله يسلامك يا حبيبتي اليوم محمد حايق مناضل نوعاً ما وصلت لعنا بظروف شوي صعبة بدأ نقل لك الحمد لله على السلامة ذربت حتكم اليوم بالحوش بمنطقة الصور وكننا دايماً عم تابعك على التليفون ووصلت لنا بخير وسلامة الحمد لله اليوم أنا أتعرف على شخصية محمد حايق المناضل أنا أتعرف على جزءك بشخصيتك متحديداً إحنا اليوم يعني ما فينا ما نضحك كونك محمد حايق بس أكيد في وجع وفي جرح اليوم بتوقيت الطايمر حزين ما فينا نمرق أو نعبر هذه المرحلة الوطنية هو استحقاق كلنا نلتزم بلحظة صمت للي عم بيصير اليوم وهيدا جرح للكل مش بس لأهل الجنوب للوطن بشكل عام لأن الجنوب جزء مهم من هذا الوطن أهلا وسهلا فيك أهلا فيك محمد هذا اليوم هكذا نحن من مثل ما قلنا من الرحم هذه الظروف اليوم هذا اليوم الشهادة كممثل مهنته استنع له مهنة أنه يضحك العالم هذا اليوم الشهادة بتعنيله الشهادة بتعنيلي كثير وأنا كل يوم جاهز لهذه الخطوة شكر فيها لأنه أكيد طبعا نحن عايشين بحالة حرب يعني ما بتعرفي اليوم اليوم دور شهيد بكرة دورنا نحن نحن عايشين عن جد عايشين حالة حرب بجنوب من صيدة لآخر ضيعة بجنوب عايشة حالة حرب بكل معنى الكلمة يعني لما يكون حدا عايش برات الجنوب يعني من بعد صيدة تقريبا بيقلك لشو بتحسه نحن جدار الصوت عم برجعنا عشرين سنة لورا نحن بصير جدار منتأذى نفسيا ومعنويا واكتصاديا واجتماعيا كمان خبرتنا أنه صلحتوا لأزاز كذا مرة من أول حرب صح مظبوط ومش بس أنا يعني كل حدا عايش بجنوب عم بحس بهذا الشعور الصعب بس نحن تعودنا نحن كلبنانية وكناس من الجنوب أنه من المصيبة نصنع معجزة ونضلنا نضحك رغم كل شي شو حلو فكرتوا تفلوا محمد لهذا الحرب؟ أبدا ولا بفكر حتى لو قسي الوضع أكتر أنا استغربت أنه في بعض كتير من العيال وحتى سألتك أول حلقة أنه اليوم كنا عم نشوف مشاهد فضيعة بفلسطين صح فرحنا دايما نستنسب نقول رح يصير فينا هيك شو هالأول عزيمة اللي أنتو بعدكم اللي هلأ موجودين مش أنت أنت وغيرك صح لأنه نحن كبعاد شوية عن خط عن الحدود بس تطلع بجنوب كمان بضيعة كتير قريبة من الحدود بعد في ناس صابرة وبعد في ناس صامدة وما بتفل لأنه ماشيين على مبدأ هالأرض إلنا والمنازل والبيوت وعا منزلتنا ما بتعلم منزلة عا بيوتنا ما منترك الغاصب يفوت سألوا خيبر عن سواعد عليه وقت الشدة منصنا عم نصخر قوت وعا الحرب بتقدم وحيد هالأرملة نعم تحلو محضرة ولا ارتجالية هاك محضرة وارتجالية نعم وعاجبها العامل صعبة إسرائيل تفوت إن شاء الله ما بتفوت إن شاء الله ما بتتأزم إن شاء الله ما بدنا تصعيد يعني كلنا كلنا يعني ما نتمنى الحرب ما حدا بيتمنى الحرب بس نحن شعب عنفوانة شعب كرامته قبل الدنيا كلها ونحن كرامة الجنوب قبل الدنيا كلها إذا فرضت الحرب علينا أهلا وسهلا فيها نحن عنا مين يوقف ومين يدافع ومين يجب لنا حقنا كل إنسان هو قاعد ببيته في شباب على الحدود هني عم يجبوه لنا حقوقنا بالضربة مقابل ضربة نعم خلينا ننتقل من هالنفحة اللي فيها شوية حزن لا محمد حايق وعالم الضحك هذه الرسالة الحلوة نحن لها دائما اسمك يعني هيك ضحكة مسبعين شكلة امرأة كذا فخلينا هيك نتعمق أكتر بهذه الشخصية بما أنه بلشنا ضحك ووطن خلينا نحضر هالفيديو لحضرتك مين عم بدي اترك وانزل لاش إذا عدي نزل له ضربتان يعني بدي خاف واترك الزيتونية وانزل عبيرات أنا هاياني هنا يا امي عشي تهان وبموت هان ومش فالي من الأرض ها نحن خلينا بهالعرض يام نباقين فيها ايه ايه انتي وان انتي بهوا عحالكم يامي يعني عم حوش الزيتونية باي باي الفل قاني قال لهم بدي فل هاياني هان ساميدون بأرضك يا لبنين هالأرض بدنا نضل لابد انه هيدا الفيديو بيعطي هايك بسمي اول شي بدي اتشكر صديقتي فاطومة فاطومة انتايرك هي اللي صورتني وكان عن جد فيه ضرب وكان الوضع ممنح يعني نزلت معي بس لوصل فكرة انه نحنا هذا ضرب حقيقي كان في منهم حقيقي وفي منهم جدار صوت وفي منهم تركيب على المونتاج وقفت معي وصورتني لابد انا بس احضر هذا الشي لو انا لم صوره للفيديو انا بتخيل عن جد انه انه هايدي الموجودة بالفيديو اللي هو انا عمثل شخصية ستة مثلا او اي انساني بالجنوب معلقة بالارض معلقة بشجرة الزيتون لابد انه هايك ادايا تدعرك بتوصل لقلبي انه عن جد عن جد نحنا خلقنا كرمال هايدي الارض ونحنا بقى فيها ان شاء الله ان شاء الله بنبقى كلنا فيها ان شاء الله يا رب محمد عطول بتوجه رسائل بفيديوياتك اكيد هون في رسالة وطنية تمسك بالارض عطول انت في عندك رسالة اكيد طبعا كل فيديو بنزله عندي في من وراء رسالة كل فيديو كل فيديو في من وراء رسالة واللي بتابعني منيح بيعرف انا ايا يعني ايا فئة من المجتمع عم بمس او هيدا الفيديو موجه لقيلو ان كان اطفال ان كان كبار ان كان الفيديو لما مسل دور الام مثلا او ابني بالبات انه عم بيجاوب امه كمان هنو عم وصل رسالة للأهل انه انتبهوا لأولادكم ما تخلوهم يطلعوا فوقكم ما تخلوهم تكون كلمتهم هي اللي عم تمشي ان كان فيديو مثلا عم صوروا كرمال كرمال اي شي في من وراء رسالة مش هيك جست للضحك مش بس هو للضحك بس انتم من الضحك خلقوا رسالة صح نعم محمد اذا جينا هيك بدنا نحكي عن محمد حيق الانسان غير الشخصية اللي حضرتك ابتكرتها صحيح محمد حيق بالحقيقة هو انسان مغدوم مش انا اللي بقول هيك المجتمع اللي انا عايش فيه يعني بحسب تصنيف المجتمع حولك عيلتي يعني انا مثلا عندي عائلة كتير كبيرة عائلتي كتير كبيرة بالجنوب بالضايعة مستحيل يكونوا عاملين مشروع ضاهرة او قاعدة الا ما يكون انا موجود فيها امرار بيطرق علي شي ما بكون قادر موجودة بيلغوا الظاهرة مش انو بيظهروا وانا مش موجود لا ما بحبوا يظهروا لا لا انا كون موجود رفقات المقربين بعيدا عن السوشال ميديا رفقات اللي صروا معي بحدود الخمسة عشر سنة وست عشر سنة بعدني وفى لقيلهم وبعدني وفى لقعداتهم وضاهراتهم هلا بحبوك شي ومهضوم شي انت حدا مهضوم يعني صاني فتحكي بالقعدة انا بحب الاجواء انا بحب اعمل الاجواء قعدة المقت بحبش بعيدوني عن المقت وان في مقت انا بقعدش وان في طاقة سلبية بقعدش حساس هلا من هالفيديو دم عيوني حساس كرميل هيك بتفضل اني ما قعد بقعدت فيها طاقة سلبية لانه دغري بتنقل لانه دغري بتنقل علي الطاقة السلبية حلوة وبتعكسها غيرك ايه صح بتضحك غيرك مية بالمية ما بحب شوف حدا زعلان من رفقاتي من اصحابي من المقربين من عائلتي مستحيل شوف حدا زعلان شوف برجك اسد ايه اسد بحب الضحك ايه حلو شو مقوماتها الشخصية محمد شو مقومات شخصيتك انت اليوم ليه اليوم ننجح بعلم تمثيل شو النقاط القوة ايه انه انه انا بحب العالم والعالم بتحبني قريب العالم اي اي انا كتير قريبة من العالم كتير قريبة من الناس وبحب كون قريبة من الناس وبحب بحب شوف بحب الجمعات بحب الاعداد وين في عالم تلاقيني موجود بيناتهم هذه نقطة قوة عندي أنه أنا هالقد عندي طاقة أن يكون قريبة من الناس رغم أنه فيها أشياء صعبة هيدا الموضوع أنه أمرار بوصل لمرحلة بيختنق من أنه العجق أو بس ما فيني ما يكون موجود خلص بحب هذه نقطة قوة عندي أنه أنا بحب العالم أنه قادر كون مع كل العالم مع كل الطبقات الفقير الوسط الغني وقدر تكسب الكلم حمد أكيد طبعا كل العالم ترضي لكل أسواق وكل ميول حتى اللي بيكرهوني حتى اللي ما بحبوني حتى اللي ما بحبوا محتوية أنا عندي كتير ناس عندي كتير ناس اتعرفت عليهم من وراء ميسج بعتولي إياه عم بيبهدلوني فيها هلأ أعز الصحبة أنا وإياهم لما فتت قلت لهم أنه أنت مثلا هيدا الشخص عم بتبهدلني أنه أنت شو شفت مني أنا شو عم أسري عليك مثلا أو أنا بشو أزايتك حتى عم تأزيني بهيدا الحكي بيقوم بدق لي بيقلي مثلا عم بحكيكي عن إكس من الناس هات صغيرة بيقوم بدق لي بيقلي بتعرف أنه أنا ندمت لأني بعتلك إياها لأنه مثل قلبك الطيب ما فيه هيك بدك تكوني مع العالم حتى ولا بيوم شفت حالي ولا بيوم أمرار والله العظيم وهيدي إذا عم بيعهم يحضروني كمان بوجههم تحية كتير كبيرة مرة نازل على بيروت على طريق خلدي سيارة تزمر وراي تزمر تزمر قلت أني فيه شيء وقفت على جنب نزله قال الولد شافني هو قاعد ورا شافني وعرفني وصار يبكي بالسيارة صار يبكي بالسيارة بيقلهم بدي أتصور معه وقفت وانزلت وتصورت وآه خلص محبة العالم نعمة محبة العالم مئة بالمئة لأنش حلول الناس تحبه للإنسان أكيد رزقة محمد بهمك تضحك غيرك تحس بالسعادة بحسب السعادة لما أشوف الناس عم تضحك لفائد هايدي يعني الأشخاص اللي بيكونوا عم يمرقوا بحالات نفسية صعبة مع أنه أنا مش إنساني بيور طبيعا أنه مش بيور ما عندي شيء ما عندي مشاكل ما عندي هموم لا أبدا بس أنا بنسى همومي بضحكة الناس آه أوكي يعني أنا لما أشوف ناس تعبانين بيتضحكوا بس يضحكوا من وراي أنا بترتاح نفسيتي أنا مع أنه بكون كتير معصب وكتير متضايق بس خلص خلص آه بحب شوفهم عم يضحك بحب شوف كل الناس عم تضحك محمد بيقوله أنه أكتر الناس اللي بضحكوا غيرهم أو بيحبوا ضحكوا غيرهم هنا من جوة عندهم حزن شديد مثل تشاري شاب يضحك ملايين العالم بس في شيء كان عنده جزء أسود بداخله صح كل إنسان هذا الشيء بيتطبق على محمد حي كل إنسان عنده أشياء سوداء داخليته كل إنسان هل هو سبب لتكون أنت لقد ضحك العالم لا أبدا منه سبب هيدا لكن كل إنسان اليوم خصوصا خصوصا بلبنان سأحكيكي على سعيد لبنان سأحكيكي على سعيد الممثلين برا أنا ما بعتبر حالي أنه هالممثل هال هوليوود لا أبدا أنا أقل الناس شاء الله بس بس كل إنسان بيلعب هيدا الدور بيكون من وراء من وراء مشكلة مرئة بحياته من وراء وضع صعب مرئ فيه من وراء بس أنا هود أنا عندي عندي أشياء مثلا أشياء سوداء داخليتي مثلا عندي أشياء بعيلتي عندي أشياء هول المواضيع ما أثروا علي نهائيا ومش هيدا السبب اللي أنا لجئت لسوشيال ميديا كرمالو أنا لجئت لسوشيال ميديا لأنها موهبة أنا من أنا وعمري كان عمري تماني سنين كنت بمدرسة الحكمة كنت ألعب هيدا الدور بمسرحيات المدرسة ومهرجانات الربيع مش أم سمعين بس كنت ألعب دور المرأة كنت ألعب دور مثلا كان فيه نشاط مثلا للكشاف كنت أعملت فيه دور أم الشهيد كان فيه دور لأمرأة كمان لعبت فيه بالمدرسة دور بمهرجان الربيع يعني من أنا وصغير أنا بحب هيدا الدور تلعب أدوار بحب ألعب أدوار شو ما كانت مش بس دور المرأة أنا عندي عشق للتمثيل موهبة وهي مش دراسة أبدا ما درست أبدا أنا هيدا موهبة عندي إياها موجودة بتفكر ترجعت دروس أكيد وهلأ بالقريب العاجل كمان عن جد برافو لأنه إن شاء الله إن شاء الله إذا الله وفقنا وزبطت الكنترال سيكون بمسلسل بشهر رمضان اللي جاي إن شاء الله إن شاء الله دعوه لي دعوه لي أنا أدعي لك من الأستين من هلأ محمد رح نتوقف مع بليك الصغير ونرجع ونتابع معك يلا عادي لألكم مشاهدينا مع محمد حايق محمد رح نرجع نستكمل موضوع الأدوار اللي بلشت بالمدرسة بطفولتك كموهبة موهبة أم سماعين هلأ خلصنا من محمد حايق ونرجع نرجع له الشخصية الثانية اللي حضرتك ابتكرتها نجحت فيها وصلت لقلوب الكل وصرت معروف وحضرتك كمان عم بتزور يعني مواقع سياحية ومطاعم وحضرت كتير وبلدان أجنبية وبلدان عربية مزكتني ببلدان وبأنجولا والتليفون اليوم قدي هذه المرأة نجحت أنك أنت تقديها يعني اليوم قبل ما نحكي كمان عن موضوع الانتقادات بطلنا منعرف أي مجال اللي احنا منفوتش فيه دايما في عقابات وفي انتقادات في نس في نس مع وفي نس ضد صح مين أكتر الفئة اللي بتحضر محمد حايق كل الفئة نساء رجال صغار كبار كل الفئة كل كل الفئة يعني أنا عندي على الداشبورد على انستغرام مثلا بشوف أنا مين اللي شايف الفيديو مثلا نساء أطفال مش أطفال أكتر ولا لا أطفال لا لا الكل نفس الشي تقريبا الكل الكل النساء كمان المزبوط نساء وشباب وصبايا وأطفال وشو وضع المرأة الجنوبية كمان انت أصريت انك ترجع تذكر بكذا مقابلة انه المرأة هي ما بتجسد المرأة الجنوبية وانما هي جدت محمد حايق صح وبوقت كمان انت مدحت بهذه المرأة كمان في تحييط إجلال للمرأة الجنوبية أكيد وأنا أنا المرأة الجنوبية نح أرجع عيدها مع أني أنا قيلة بأكتر من مقابلة أنا كمحمد حايق ما بطلع غبرة قدام المرأة الجنوبية المرأة الجنوبية اللي قدمتها للجنوب واللي قدمتها للبنان هو نصر وكرامة وبيّنت أديش هي المرأة الجنوبية بمئة رجال بس هي الفكرة أنه المرأة الجنوبية أنت عم تحكي بلهجة الجنوبية بس هي ما هو الفكرة أنه لبنان كله بيحمل نفس السقافة المرأة اللبنانية كلها بتشبه بعضها صح مظبور لأنه أنت تناولت اللهجة الجنوبية ببيئتك حقلك أنفس الخاص بس أنا ما أسأت أنا ولا مرة أنا ما بيقبل وأنا حتى من منبري من موقع السوشال ميديا اللي أنا بستعمله أنا ما بيقبل وبواجه أي إنسان بده يجيب أو يتمسخر على المرأة الجنوبية أنا هيدا أنا عم بياخد اللهجة أنا عم بياخد التعاطي أنا عم بياخد بس أنا ما بوصل للإشيال اللي عملتها المرأة الجنوبية أو أنا ما فيني اتعدح خطوط الحمر على المرأة الجنوبية لأنه أمي منهم وإختي منهم وستة منهم ومرت خالي منهم وكل عائلتي نساء جنوبيات أنا بفتخر فيهم وبشوف حالي فيهم وإلي الشرف أني أقلدهم نعم حتى كمان يعني الصورة اللي حضرتك رسمتها للمرأة كانت إمرأة يعني مسؤولة بكل لبة منزل كان في شيء حلو مضحك وكمان حكيت بالمؤدمة كمان محمد أنه نحن هذا الجيل بيستحي بالعادات الأديمة أبدا الحلو أنت اليوم هذا الشيء عم تظهره على منبر للعلن هذا الشيء عندك سقف فيه وعندك إيمان فيه طبعا لأنه أنا عارف أنه صوت المرأة الجنوبية لحيبقى ملعلع نعم لحيبقى ملعلع وعاداتها لحيبقى ملعلع وكل شيء تعملوا المرأة الجنوبية لحيبقى معنا لآخر يوم بحياتنا نعم ورغم أنوف الحاقدين يعني رغم مثلا أنا بتيجي واحدة مثلا هوا جامعة الكليس ومالكليس هلأ بتكون تنتقدوني انتقدوا عملوا اللي بقتكن إيه بس بدي خبركن شغلة اليوم اللي ما عنده قديم ما عنده جديد طبعا ونحنا منفتخر بقديمنا منحن للقديم ومنحن للقديم نعم أنت كل بات بجنوب إذا ما كانت المرأة موجودة فيه بصوتها بلهجتها بطيبتها بحنيتها نعم اليوم المرأة الجنوبية بتفتح بيتها لكل الضائعة نعم فكرتش مرة أنها تتأثر بهالانتقادات وتوقف هذا الدور أبدا أبدا ما كانت تزيدني إلا قوي وعنفوان أكتر وأكتر نعم لأنه لما يجي حدا يوجه لي انتقاد لإليه مش عام ينتقدني إليه مش عام ينتقدني إليه بالشخصة هو فكرة أنه المرأة الجنوبية أو بقوله ليش عم تعمل هاك مثل المرأة المرأة الجنوبية لا ما بتعمل هاك لا بتعمل لا بتعمل أنا عايش بيناتهم أنا أنا كمحمد حيك أنا زاير ضيع الجنوب من أقصاله من أوله لآخره نعم أنا واصل على ضيع الإحدودية محمد شو هالكدرة على الاكتباس هالقصص اللي أنت عم بتصورها وهالكلمات يعني منهم يجيبون أنا في ناس بيكتبوا لي كومنتات عدد بيتنا عم تنتشر لأنه موجودة لأنه أنا عارف مليون بالمئة لأنه أنا أنا هادي الموضوع معانيه مع أمي معانيه مع ستة معانيه مع مرت خالي كيف تخلق الفكرة يعني أنت اليوم هوا كلهم صارين معكم نحن وقعدين نعم بيفتحوا موضوع بكون أنا عم جيب أفكار عم حفز هاي الفكرة بقوم بطلع على البيت قالوا هاك 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 يلا ركب صور ترهيب بالتقليد هني ذاتهم هني ذاتهم يعني أنا عايش بمجتمع يعني ما حدا ما حدا من العالم أمه ما بتتعب بالبيت وبتنق على التعب أبدا ودايما عنده كمان شكوى من المشوار أنه أكيد ما بيعجبها مية بالمية خلونا نحضر هذا الفيديو يعم ترهيب بالباد بس للشغل زهد هموا ضهروني دوني على البحر أني إلي هالضهرات أني إلي هالحركات جيديني على البطورة يا وايلي جابوني يقعدوني بالشامس يا وايلي لا خيمي ولا شيء رجيب بنتي قطي أخرى هالحركات إلي أنا فنحن هالحركات إلي حورة ومبحورة جاي إنلمي على البحر هني بيعرné إلي واني أهل اقول عمري بحبش البحر لا أنا حبيته ولا هو يحبني من ظهر يحبش البحر من قليل صغيرة زهد رجؤوني على البد ازايو نفس الشيء يعني مثلا مثلا عندي حدا بالعائلة ما بتظهروني لمحل ما بتاخدوني لمحل أخذناها على مطعم مثلا عملنا اللازم لنتغدى سواء وهيك قال مش إذا كنا جبنا غدى وتغدينا بالبيت كان أحسن حب توفر نعم كنت عم بقالك كمان أنه في حدا ممكن غير أنه أنت عم تتطبس الأفكار أو تشوف شو عم بصير معك في حدا عم بيساعدك بهذه الأصاص بدي واجه تحية تحية كبيرة من قلبي لإخواتي مريومة وليال هنه إخواتي هنه جندي مجهول هنه جندي المجهول اللي دايما بيكونوا عاملين فيها مثل المخرجين مع عجبتهم هالفكرة هنه فيتو تحصيل ما بتلاحظها إلا المرأة يعني صح مزبوط هنه بيكونوا عم بيساعدوني وهنه بيدعموني وهنه بيصوروني وهنه كانوا من أول الطريق معي بدي واجهنوا تحية كبيرة نحن كمان بيدورنا وضع نواجه لهم تحية هذه الأعمال الحلوة اللي عم بتضحكنا إن ما في أحلى من الضحكي محمد التقاط الإيجابية خاصة بهالأيام نحن عنا هذا الموضوع دو فننشد عيدك ونشجعكم ضيئة إن شاء الله يا رب تضل البسمة على وجوهكم وما بتفارقكم أبداً فيني وبلاي تعلموش يمكن غارة تروحني بكرة موت دلكم احضروا فيديوهاتي هذه وصيتي لجمهوري الكريم لا لا مش حزن بس أنا تعلموش أنا عايش بجنوب بطل في أم سماعين دلكم احضروني ودلكم اقولوا احكوا فيني قداش تحبوني المشكلة إنت إذا ماتت بتموت اتنين حما تحيق أم سماعين صح مظبوط بس تروحوش ترفعوا صور أم سماعين بالبت الشيعة تقولوا ترفعونا الصورة انتبهوا يا جماعة ترفعوا صورة أم سماعين تقولوا راحة الغالي حلوة لوسية مهضومة مثلك حبيب تأذي محمد كمان لاحظت عليك أن تضحك لفيديوهاتك ايه أكيد كأنك لأول مرة بتشوفها كل مرة مية بالمية أنا أنا من النوع أعوذ بالله من كلمة أنا قبل منام برجع بعمل برمي على البيتج عندي بحضر الفيديو بغم ضحك لو أنا لمثله هيدا شي بدل أنه قديش أنا عندي ثقة بحالي وقديش عندي ثقة بقدرات اللي أنا عم بعملها وقديش هعملت بصمة حلوة عن كل العالم محمد كل الناس بتضحك يعني إحنا كبشر يمكن اللي بضحكني ما بضحكك يمكن اللي بضحكوا ما بضحكك يعني هل أنت بتضحك الكلمة مين ممكن محمد ما يضحك مثلا مين ممكن يقول اف زنخ أو ما في كتير عالم بتقول شو بيكونوا هالأشخاص لكن كل إنسان عنده رأيه وأنا بهيدا الموضوع عندي حرية يعني أنه مثل ما أنا عندي حرية التعبير وحرية الرأي أنه أنا يمكن هذا الشخص ما حبيته يمكن هذا الشخص ما حبيته يمكن حسه سائل أنا ما بوقف عند هيدا النقاط لأنه في كتير عالم ممكن تكون عن جد ما بتحبني بس مثل ما معروف يعني أنا اليوم إذا بدي أبعد نكتي لحدا ضحكتني النكتي بتعبر عن زوقه وده أنا مهضومي كمان لأنه الإنسان اللي بيضحك على قد فهالأمور هو إنسان منه مهضوم صح فهل أنت اللي بيضحك على نكة محمد حايق هو عنده الليفل محدد من الهضامة لأ هيدا إنسان يعني كل حدا بيضحك على فيديوهاتك ما رح نقول عنك مغرور لا لا أبدا بس كل إنسان بيضحك على فيديوهاتي هيدا بيدل قداش هو بيعني له الجنوب وقداش هو بيعني له بيعرف الجنوب قداش هو بيعني له موضوع الجنوب بشكل عام قداش بتعني له المرأة الجنوبية قداش بتعني له أمه بالبات محمد عم تركز على المرأة الجنوبية والجنوب ما بتخيف تخسر بقاعة أخرى من اللبنان اللي بدو يحبني بدو يحبني مثل ما أنا بطائفتي بشكلي بديني بمنطاطي بكل شيء يعني اليوم مثلا يحبك مثلا ابن بيروت راس بيروت مثلا يحبك كتير فهو يمكن يقول أنا طب أنا أنه إنه هو شايفة المرأة اللبنانية خفتش مرة أنه تكون أنت مثلا ما خفت أبدا أكيد لا أنا عندي لبنان أولا أنا كمحمد عندي لبنان أولا انا ألي original ما خفت أبدا لأنه مرة يعني أنا كمحمد أنا بحب لبنان أنا كل منطقة بلبنان بتعنيلي أنا كل ضيعة بلبنان بتعنيلي وأنا كالطاقفة بلبنان بتعنيلي وأنا كل الإنسان بلبنان بيعنيلي كونك بتحب العالمي بتحب لكل يحب أكيد أكيد طبعا ومثلما بحب العالم مثلما هي المفروض كل حدا بحبني يحبني سوما كانت مين ما أنا صع وكثير بيقولولي مثلا أنا عن الغارات مثلا عن الشهداء عن كل شي بنزل عندي على البيج ما بخاف من شيء أبدا بالنهاية أنا محمد أنا ابن هيدا الطاقفة أنا ابن هيدا البلد أنا ابن هيدا الأرض أنا ابن هيدا المنطقة أنا من فترة استشهدت الحجة أرابطة بتكون بيتها حد بيتي الغارة نزلت حد بيتي أكيد ما فيك تنسرخ عن هالبيئة أبدا أصلا الله بينكر أصل ويكون بل أصل وأنا ما فيني انكر أصل هو الانتماء مش بس انتماء في الطائفة أو الدين الانتماء ممكن للمنطق ممكن لحبة البحث يعني أصلا هو الانتماء بحقد ذاته الانتماء دين هذا الشي طبيعي محمد محمد رح خلينا نحكي ش주 시청ة ميديا موضوعنا الأساسي نسينا موضوعنا انت معنا اليوم في برنامج اللاسدين اللي هو برنامج السوشل ميديا وحضرتك نعرف تعبر هذه الوسيلة هل كان ممكن يعرف محمد حائق بدون السوشيال ميديا انا كنت معروف قبل السوشيال ميديا اه والله انا كنت انا كان عندي صفحة على الفيسبوك فيك تقولي شوي كانت سياسية كانت العالم كلها تتابعني وكانت العالم كلها تحبني انا عندي جمهور قبل ما بلش بسوشيال ميديا اه والله انا عندي وظيفتي انا موظف صارني اكتر من تسع سنين باحد مراكز الدولي بلبنان لازلت حتى اليوم مزبوط اكيد ايه وانا عندي وبعدني لليوم عندي شخصيتين عندي شخصية محمد اللي بتكون استريت بالشغل وقت الشغل شغل وعندي شخصية ام اسماعين اللي هي انا وهبتها للعالم كرميل بسترسل من تضحكي على وجه ويه بتلاقي حالك انا ام اسماعين او محمد حالك جد انا بلاقي حالي بالمطرحان صراحة اكتر شيك تحيز بالمطرحان ما فيه ابدا اكي ابدا ابدا عندي جمهوري كمحمد وعندي جمهوري كام اسماعين وعندي سئتي بالشخصيتين بتخليني اقول انه انا بلاقي حالي بالمطرحتين نعم شو بيختلف جمهورك كمحمد كجوب وعن جمهورك انا نسمعيني جمهور محمد دايما بيقول انه انا بحبك كمحمد يعني ممكن بتكون ما بتعني له الشخصية اللي انا بمثلة او ما بتابعني كشخصية اللي انا بمثلة بس بحب محمد حايق بحب الطيب اللي بمحمد حايق بحب الالفة وانا معه ممكن انا مثلا فيه اشخاص انا لا بحبهم لهك ولا هك ما انا كمان انسان وانا عندي رأي متل ما كل انسان عنده رأي انا عندي رأي نعم بس دايما بتكون انه الشجرة المصمرة ترميها الناس بالحجارة ان الحمد الله مصمرة ومكترة عمتنرشق بالحجارة رغم كل المحبة وكل الحرس طبعا اذا انا ما عندي اعداء يعني انا مش ناجح مش اعداء انه قاتل قتيل وما بعرف شو لا في عندي انتقادات انتقادات يعني انا مش ناجح يعني انا مش ناجح بترد على انتقادات على السوشيال ميديا برد طريقة كتير مرتبة وحلوة والشخص اللي مش محترم خليه غسمن عنه يصير محترم لانه انا عم ردي عليه بطريقة محترمة ولا مرة نجرات لما حل ما بتحبوه بلى بلى بس انا لكي عندي بالكون كله امي خط احمر ما حدا يقرب سوء بامي مرة وصلت معه حدا انه يعني يوصل لموضوع مشكلتك معي انت شو بدك بامة تسبل لامة شو بدك فيها كافيك خيري وشري لم قرب سوء بك شو كانت مشكلته انه هي كانت الجملة شوي صعبة يعني بديش احكي فيها بس كان الرد كتير بمحله يعني وفلتت بلساني والساني يركض وأني رايكدي ورا هاداش يعلق بلسانة منيحة بس لما في محلات خلاص ما في ضبط انسي لان مكان للضبط بلش بلسانة من مال وبيدي من مال اذا كمينة سوشال ميديا ولا لا اه كمان لايف ايه طبعا اه اوكي ايه اللي بده يقلم في ناحية عنفية متبين ايه طبعا نعم طبعا في وراي جبيل بتهد ناس بتهدي جبيل نعم كمين بدنا نتوقف مع بريك وبنرجع ونتابع يلا روحوا بريك يا جماعة الخار باي طورت لات عملنا هالحركات ما فيها لنسينا جدية كلنا اه متابعين معكن مشاهدينا مع محمد حايق والمحتوى اللي عم بقدم لنا ايه عبر مواقع التواصل الاجتماعي اه محمد رح نرجع كمان للفيديويات والأم سماعين سبعين 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 ايه سبعين بدك ضخمة سبعين سبعين ايه بنسبة للفيديويات محمد شو اكتر فيديو هيك انت بدحكك اكتر فيديو بدحكنا بس تحضروا ما فيك ما تضحك اه كيف امي بتتعامل مع اهل باية وكيف امي بتكون معنا مزبطين هولا اكيد فضايح اكيد لا ادي واجه تحيل عماتي بجننه والله العظيم عماتي بجننه وبحبهني كتير بس هي بالمجمل بتلاقي انه الكل بيلجأوا لأهل الام اكتر من اهل البي يعني بكونوا قريبين للأهل الام اكتر من اهل البي بلا السؤال بلاي هالسؤال ديلك انت كمان هك بلد لا انا بحبهم لعماتي وبحب ولاد عماتي وبحب عائلة باية بس انا من حاز لعائلة امي يعني انا حياتي كلها مع عائلة امي وانا عايش مع عائلة امي يمكن احيانا كمان طبيعة الظروف او البيت بيكون قريب صح مزبوط كمان الام هيك بتجمع اه اكيد بس انت زودتك لا مش كتير زودتك اطار فيديوهاتك عن عماتي قبل حوالت تضب لا انا بقلهم لعماتي انا الفيديوهات اللي عم بعملهم مش لكم انا عم بعملهم هاج بشكل عام كل عالم في عندها مشاكل خوال زعلوا شي مرة لا عماتي ما بيزعلوا عماتي بحبوني مثل ما انا بحبوني مغضومين مثلك ايه طبعا كل حدا بيحب الضحك استحيل يزعل منك ايه اكيد احيان بسط ايه اكيد في ضحك بقولولو ضحك ناعم لو ما في تنمر ما في مصخرة ما في اذى امم هادا الشي هادا الشي هادا شو هادا ما بحباش بشعة يا فعال يعني يا فرط وضحك هادا ما تتحكوش تنمر يا حزن نعم محمد شى مرة هكي تقعت من فيديو انه يكون كتير سخيف وضرب وفاجأك اه 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 هادا مرة استنتجت انه بس كون بايخ لعالم تحبني والله انه عنجاد مرة نزلت فيديو انه انا ما يعني نزلته هكي لانه صار كان سيري تقريبا 4-5 ايام ما منزل شي على البيج. صار فجأة عشرة مليون الفيديو. قلت أنه فيه فيديوهات تعبان عليها بالتصوير. بركة المتوقعين وتعمل شي بومبة وحضروا. لا لا لا. معقولة؟ مع الرايح. فيه فيديوهات أنا تعبان عليها بالتصوير. ما كلي مع تصوير يومان وثلاثة أيام. ما جابت مثل ما جاب هذا الفيديو. خلاص استنتجت أنه بس كون بايخ. خلاص بدناش فضايح. يقولوا العالم حسوني بايخ وما بعرف شك. هم يشوفوه شي حلو. هم يشوفوه حلو. أنا مش عاجبني أنا ما أحبه. قديم الفيديو يعني تعريبا من شي سنة تقريبا يعني مش هعرف أتذكر أي هو هلأ. نعم. طيب خلينا على سيرة الفيديو نحضر فيديو شديد لألك. نعم. قبروني ساير مشك لي بينك وبان خالك مبارح. حكي لي لأ شوف شو صاير. تلقوا لأ خالي. أولا عم تقليل عدم عن خالي. أولا خالك بما أبيك يا كلب. أولا أنا مربيتش. أولا أنا مربيتش ربيت بس ملعيتش. أولا خالك بمون عليك. أولا خالك بمون يدع سرابتك. أولا أنا ملعيتش حم بتعلل عدم عن خالك لشو عمل لك خالي. لشو عمل لك خالك لتعلل عدم علا. هيدي تلقائيا أمي مش ستة. أمك. هيدي أمي. قوية أمك. مش قوية لأ طق برقلبي مشحر مننا القوية. بس هيدي أمي. شو مرة كانت مع حرية الرأي والتعبير. لا. هالطريقة. لا نحن ما عنا بالبيت حرية الرأي والتعبير. أبدا. أبدا. من نوع تحكي. من نوع تعطي رأيك. مش ما من نوع تعطي رأيك. أنا ابن أمي. أنا ابن أمي وباية يعني. بس أنه أنا خلص اللي أمي بتقوله ما في نش قلق عنه. يعني خلص هي مع الحق بكل شي. لو كان غلط أنا بعطيها الحق. شو حلو. أنت بتعني لك الأم. الأم والباية. يعني أنا باية عندي إياه بالدنيا. بس باية ما حرية الرأي والتعبير. يعني باية عمل اللي بدك إياه. آه باية ما حرية الرأي. مع أنه المفروض يكون العكس. لا باية. باية خلص عمل اللي بدك إياه. لأنت ما بترتاح. باية حدا كتير منيح. وحدا بجنن. أكيد كتير كتير كتير. بس أمي خلص أنا بعطيها الحرية. خلص عملي اللي بدك إياه. مثل ما بترتاحي أنت. حتى لو أنت ما بدك يعني. حتى لو ما بدي. حتى لو ما بدي. شو سأة زيدي بقراراتها ولا. أكيد. توسأة فيها. لأنه أمي مرة قالت لي الله يبعد عنك ولاد الحرام. لاليوم عندي شوالة رفاق. آه. عارشت. يا حلا تبوسأ فيها. آه. وستك. تصوغر قلبي. ستك هي أكترية الأفكار منها؟ صح والعبيات. آه. أزي. عبيات عبيات من ستة ومن وفاق مرت خالي. قلت إسا إذا وقلت لها شئ اسمها بدها تقتلني بس. هني هور موجودين عندهم جبتهم البستون. وفاق هي البيك سايز عندنا بالعائلة. هي مرت خالي. لا بل ما تذكرها أحلى. لا لا ما هي بتعرف أنهم نعمنا. آه عارف. آه فش إلا أنا صحتي من صحة بالعائلة. فبس عار منها العبيات. وستة كأنها أم سماعين. كيف شايفي أم سماعين قدامك ستة هيها. كل هالططخيم والطول وال... فش طول. ستة أصيرة مع عبيات عبي يجو علينا. والألوان. والألوان كلهم من عندها. نعم. كمين تعرضت لإنتقادات تعرضتها؟ في عباية كمان. في عباية موجودة عندها سرة أكتر من مئة سنة. هي من ستة لستة. البستة. البستة. هيدا أي فيديو؟ مش عارف وين. عباية لونة أخضر وأسبر. عودي للتراث. لا هيدا هيدا الفيديو اللي بي... اللي بتأطف... لا لا الخائش اسمها. بتألل أدب على خالك. هيدا هي العباية. عودي للتراث الأديم. أكيد. وأنا هلأ من منبري هذا بدعي. كل حدا عنده عباية أديمة من التراث الأديم. صور له صورة يبعتوا يا أحسر والخاص. نعم شو مرة أفكرت تحلق. لا. ببقى أنك أمرأة. نحن في مرأة لدقن. خلص الفكرة عم توصل بدقن ولا بلدقن. ما بهمني موضوع أنه أحلق. لأنه شكل بهمني أكيد طبعا. حمد قوة الدار وقوة اللهجة وصوتك والفكرة. الإنسان تخطى هذا العائل. مية بالمية. بالفعل. مية بالمية. بطل يعني له موضوع الدقن. يعني خلص طالما عم بلكز بصوتي عم بلكز بشكلي عم بلكز بحركات إيدي اللي بيعملون هاك. أنا أكتر الكومنتات على التشبير اللي بشبروا هاك وهاك. خلص ما بطل يعني له موضوع الدقن إذا حلقته ولا لا. والفكرة كمان قوة الفكرة. صح مصبور. فقيقية. مصبور. نعم. خلونا نحكي عن أنتو. هذا العالم كمان السوشيال ميديا. عالم وسخ. حلو العالم. نلاحظ على أشرف بروقه. بلع بريئة. أبشع عالم ممكن. بحس أني فتت فيه هو عالم السوشيال ميديا. بس شابوبا لإلي. لأنه بقيت بيور. ما فتت بنجاسة العالم اللي بهيدا المجتمع. وين العقابات ممكن تكون بشوف بأي محل. بالصحبة. من السوشيال ميديا. صح. الناس اتعرفت عليهم من السوشيال ميديا. أه لا أكيد مش الكل يعني أكيد معهم بيحكي بالمجمل. بيبقى عالم فيك. محبة فيك. عالم بشع. عالم ما بيشبهني. ما أنه حقيقي. عالم ما بيشبهني. ما بيشبه. ما بيشبه حياتي اللي أنا عايشها مع عائلتي. ببيتي. بين رفقات اللي مخصفهم بالسوشيال ميديا. عالم بشع. مع أنك نعرفت بالسوشيال ميديا. وكانت خطوة قوية. قوية بالمية أنا عم بيحكي عن عالم السوشيال ميديا. العالم الموجودين. والعلاقات اللي صارت عندي من وراء موضوع السوشيال ميديا. إيه هذا أنا بندم عليه أنه فتت كتير بالعالم. مع أنه هلأ يعني إلي فترة بعيدة عن كل العالم. مش أنه بني شيء أنا وياهن. بس خلاص أنا وين والعالم وين. يعني مع له. ما أنا أصنف لني بلوجر. لني بلوجر. ولا انفلونسر. ولا أي فئة من فئة السوشيال ميديا. أنا بتصنف ممثل كوميدي. بس. أنت صنفت حالك. أنت قدمت حالك. أنا قدمت حالي ممثل كوميدي. نعم. كيف بتشوف صورة المرأة على السوشيال ميديا محمد؟ مرأة لبنانية. مش بشكل عام. عددنا تقليدنا اللي أنت عم تحكي عنها. الأصالة اللي أنت عم تحكي عنه. هل لازلت موجودة؟ لايكي قابل مرأة لبنانية بعدها موجودة. بعدها ما في حدا أصلا يحكي عن المرأة لبنانية. لأنه جمال. وطيبة. وحنية. طبعا أنت كمان. ورافة بروشة. وهيدا كله. سقافة. وسقافة وعلم. ودكاترة. وما أنت سين. المرأة الليبنانية عملت حالة بحالة. المرأة الليبنانية عملت من لاش هي أكبر شيء؟ نعم. على السوشيال ميديا هل في بعض التجاوزات للمرأة؟ يعني إحنا اليوم نخوف عليها للمرأة. وما كان في تجاوزات. في خوف عليها اليوم؟ بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل. طالما في سوشيال ميديا طالما في تجاوزات. طبعا. طبعا. في دينا التمثل بالآخر. يعني اليوم. في بحياة الطبيعية تجاوزات. وفي بحياة السوشيال ميديا تجاوزات كمان. نعم. وسهلا كمان. ما فينا ننكر أن هذه المكانة أو هذه الآلة الإنترنت. قد فتحتنا على صقافات تانية. مئة بالمئة. قد فرجت عالم علينا. قد فرجت عالم علينا. قد فرجت عالم علينا. قد فعلتنا نكون صورة حلوة للعالم اللي برا. اللي بيقول أن المرأة اللبنانية أو الشعب اللبناني بشكل عام. مش عم بحكي بس هلأ عن المرأة. أن الشعب اللبناني رغم المقاسي رغم الصعوبات رغم الانفجارات رغم الأمراض رغم 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 من 2019 لليوم. نحن مرتحنا نهار من انفجار بيروت لكورونا لثورة لأكتر من شغلة. وبعدنا وقفين على إجرينا وبعدنا عم نحارب ولح نظل وقفين ولح نظل نحارب لآخر رمك بيرمش فينا. نعم. كمان بدنا نشوف فيديو جديد لألك. نعم. نحن جاب لأمه روح. روح بتضحكوا علي. قال المسامينه عيد أم قال. عيد أم. ساموه عيد الشغالة. عيد الخدامة. عيد السان على إلك. تقول علي. ما نكون شيء. بدي راح كبيل بس. اعتبروني أمكم. بس. أنا عندك اللي بتقولوا عنه لا يشتغل. لا يعمل شيء. اللي بتقولوا عنه عطال بطال. لبسها لأمه ما بارم. من أول عيدة لأخر. كله ما بارم. كله. بس. عطولي عجار الشغل اللي عم بشتغلكوني. بس. بيجيبولي وبربحوني جميلة. بيجيبولي وبربحوني جميلة. ما عشي تجيبه. ما عشي تجيبه. ما عشي تجيبه. دائما هي من رادية عن شي. براك ليه اليوم المرأة غير رادية. شو أجعل؟ هلأ أنا نصور الأم. 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 الأم أنا رادية. ضغطات. لا مش ضغطات. خلص هي فيها طبع ما ترداش. يعني إذا جاب لها ابنة جيد بتقله ابن خالتك جاب جيد جدا. إذا جاب لها ابنة أسوارة بتقله ابن خالتك جاب لها أربع أسوار. جاب لها دازينة كراسي ابن خالتك فتح حسينية. شو هذا طمع يعني؟ مش طمع. خلص. هذا طبع فيهم بتحسين من الطيبة اللي موجودة عندهم. ما بيحبوا يعني بيحبوا بعض الأمهات بيحبوا بعض. حتى الأخوة بنفس البيت. اللي جمار بالعمر اللي عندهم عيال. بيحبوا بعض. ما بيحبوا الوحدة. بيناكزوا بعض. ايه ما بتحب يعني إذا أختي عملت هيك لازم هي تعمل أكتر منها. في غير يعني. ايه صح. مش غير. يعني هيك من الطيبة من. يعني. خلص الطبع هيك انتبهي والله. وأنت بتعزمه شوي. يعني بروشه له بهار وملح وعشان. بس هيدا موضوع. هيدا موضوع الفيديو كان لايف يعني. اهه. اه. لايف. اه بعيد الأم. قبل يومين عيد الأم. شو حلو. تنترى الأحداث اللي بتصير بلبنان لتعمل ترند بيشبه الأحداث. لا. ما بنحق الترندات. أبدا. أبدا. خط لعلك خاص فيك. مية بالمية. هيدا الشي ميزك بتحسوه؟ اه. بس في الفت تشبه غيرك. مثلا أبو إياد وإياد عمي شي بشبهك. فيهاك عند الوفطار. لايكي كل شي على السوشيل ميديا بيشبه بعضه. اليوم صاروا شفاف النسوين كلهم مثل بعضهم. لايكي. لا لا خلينا نحكي عن الموضوع. بدناش نهرب. بدناش نهرب. حسب. اليوم على السوشيل ميديا كلهم مثل بعضه. نعم. إذا أنا أخدت فكرة من حدا يعني أنا مش همقلده. أنا عم باخد الفكرة عم بعملها بتصرف. أو طورها ممكن. عم بعملها بتصرف. يعني أنا مثلا بيمرق قدامي ناس مع تحياتي لقيلهم. ناس أردنية. ناس عراقية. بيعملوا نفس المحتوى اللي أنا بعمله. هني بياخدوا مني أفكار وأنا بأخد منهم أفكار. هذا شي مش غلط أبدا. أنا عم بأخد الفكرة منك أنا عم بعملها بلهشتي أنا. طبعا. وتطورها. عم طورها. عم بعملها بتصرف. نعم. هيدا مش يعني أنه أنا عم قلد لأنجح. لا أبدا. نعم. حتى بالمدارس. لما كنا بالمدارس كنا نتقل عن بعض ونجيب نفس العلامات. شو حلو. محمد كمان بدنا عليك نحكي شوي. أنتو بعالم السوشيال ميديا. والليفت جنوبيه لهوا. عبدالله عقيل. حسن فنيش. إياده أبو إياد. وعلي اتحاد هو يمكن بس من بعلبك. أيهما الأهضب بالنسبة له. سكيب. سكيب. لماذا؟ سكيب. لا أريد أن أتحكي عن غيرها. لا. هذه الحلقة عني. هذه الحلقة عني. لا لا لا. نقيم. لا لا لا. لا أريد أن يجاوب. ماذا يضحكك أكثر؟ ماذا؟ بحبهم كلهم وتحيي لهم كلهم. غير بتحبهم. نحكي نقض علمي أن أنت ممثل. وعندك نظرتك. ماذا يضحكك محمد؟ لايكي حركات حسن فناش كتير وتضحكني. بحبوا له حسن. بحبهم كلهم طبعاً. بس أنه أنا عندي حسن فناش يعني. حركاته وطريقة تصرفاته. آه بتضحكني. مهضوم. هي كمان بيطلع بقصص. صح. مثل. صح. يحكي قصص حلم عن حياته. اللي بداش تتطلع بس تحضره فيديو بتتطلع. اللي بداش تطلع. أنا شو عم تنتقده ولا شو؟ لا لا. بطريقته هو. لا بس هو طريقته مؤثر على فكرة. ما عم قلك. يعني بتحضر وتقول هيدا صار معه لنفس القصة. انت بيطلع بالفكرة. أنا بطلع بملامح وجه لحسن. هي لحالة بتضحكني. بقترته على تمثيل. آآ. يعني ملامح وجه هي اللي بتخليني أنا أضحك. يعني ما باهتم إنه شو هي الفكرة اللي عم بقولها. أو شو الموضوع اللي عم بقدمه. هاي النظرة اللي بيطلعها هيك أنا بتقتلني. ضيعتنا له نقد ولا مدح. آآ. آآ. أنا مين اللي أنتقد. ما بنتقد حدا. بس إنه عم قلك إنه أنا المفضل عندي. كوتوا على التأثير مؤثر. نعم. آآ. محمد ما بتخاف كمان إنه يعني نحنا أنا عددتها لأربعة وبعطيه كتير. آآ. مهضومين. ها؟ شو سرن هالهضامة؟ ما بعرف. ما سؤال محرج. محرج. لأنه كلنا مهضومين. كل واحد عنده طريقته الخاصة. ما بتخاف كمان بأنه عم بزيد ويجي حدا يلغي حدا. وإنت بعدين لوين يعني حضله عندك ترنداتك. ما ما في حدا بيلغي حدا. فيه الله بيلغينا بس. نعم. حضلك تلاقي فيديويات وأفلام تحكيه ودايمن. طبعا. واليوم أنا حياتي مش مرتكزة بس على شخصية أم اسماعيل. أنا عم فوت بمجال التمثيل. أنا عم فوت بمجالات أني مثل بشخصية محمد غير موضوع أم اسماعيل. أنا بحب التمثيل وأنا لح أرجع أدرس تمثيل هلأ هاي السنة إن شاء الله. ما حكينا عن زميلك يا محبودي. يا مش حرياختي. يا مش حرياختي. كنا عم تشوف هلأ لقاءه في كتير هيك دافئ. مشوق. ما حكينا عن الموضوع أكيد في صداقة قوية بينك وبينه. أنا حاولت استخرج الفيديوهات اللي أنت حضرتك بس بمثال فيها. بس كمان أنتو عمل سنائي كمان نجح نموذج لعمل تشاركي نجح بكل أركانه. صح. كعمل كنا. كنا نحن نشتغل سوا وكنا نحن نصور سوا. مطبات الحياة بتخليك توصل إلى مطرح إنه إذا ما بدك تخسر الشخص. وقف عندك. يعني أنا حتى ما أخسر حسين. حسين الصديق. رفيق العزيز. السند. الظهر. حسين شو ما حكيت عنه ما بقدر وفيك صديق. ومثل ما أنا منيح معه وهو منيح معي. ومثل ما نحن صداقتنا نبنت مش على السوشيال ميديا أبدا. نحن أصدقاء قبل موضوع السوشيال ميديا. بتفضلي إنه إذا السوشيال ميديا بدأ تسبب لك مشاكل وتخسر أشخاص. لا وقفة. وصلتوا لهالمحل. وصلنا. ممكن تخسروا بعض. ممكن كنا بلحظة إنه نخسر بعض. بس هيدا صعبة كتير. بس إنه هيدا شي بيخليك أنه. انتركتوها. أكيد. مين تدركت أنت أو هو. أحسان كان بدنيا غير دنيا. أحسان كان ساير معه حادث وأنا تدركت الموضوع. أنا تدركت الموضوع وأنا أخدت قرار وخلص هيك أحسن. هيك أحسن لنظلنا كتير أقراب من بعض. ولنظلنا صحبة بيور صحبة. مش مصلحة. بدون مصالح ومنافسي. بدون مصلحة. بس السؤال الأخير رح تضل مستمر بدونه هو نفس الشي. صح أكيد. هيدا لنفس المحتوى نفس الإكبال نفس النجاح برأيك. ممكن أنا فوت تمثل بشخصيتي. ممكن صير أعمل أعمال مسرحية. هون عم بعطي أشياء. معلومات سرية. معلومات هك سرية. ممكن عمل مسرحة. ممكن صير أشتغل أي شيء. وهو كمان نفس الشيء. أحسان عنده القدرة على التمثيل. مش بسبق محمبودة. بالفعل أتمنى تكون نجحتوا مع بعضكم. أحسان إنسان عنده الكفاءة الكبيرة. إنه يكون عم بمثل بشخصيته الأساسية. أحسان عنده كفاءة إنه يغني بصوته اللي بيجنن. بيغني كمان. نحن بدنا نتمنى لك توفيق. مرسي كتير لك. بدنا نتشكرك ونتشكر حضورك معنا. أغنيتنا. مرسي كتير على اللقاء الحلو. أنا مبسطتك كتير. ومن أجمل اللقاءات اللي أنا دايما يعني. اللي قديت على اللقاءات قبل. هيدا أكتر مرة. إذا شي مرة سمعتك عم تقول إنه هذا اللقاء أجمل. يمكن إذا إجع لقاء أجمل من هذا أقول أجمل. هلأ أجمل. هلأ لا هلأ أجمل شي. لليوم ثلاثة شهر. عن جد أنه أخدت راحتي بالحكي. وما كان في عوائق أبدا. ومبسطت فيك كتير. وأنا كمان محمد حقيق. شرحتنا. حبيبت قلبي. والله يوفقك يا ربي. مشوارك التمثيل. مرسي كتير. وبس هيك عندي رسالة صغيرة قبل ما نختم. شكرا. إن شاء الله يا رب. من. إن شاء الله يا رب. لأهل الجنوب. ولجنوب. لجنوب لبنان. لمأمنة وأمانة ومسكنة. هداة البال. والراحة. لكل شخص مهجر يرجع على بلده. ونرجع نعيش بسلام. بعيدا. يعني منعيش بسلام. بس تروح إسرائيل من الوجود. إن شاء الله بتروح قريبا. لنعيش بسلام. ونرجع لحياتنا الطبيعية. بحبكم كتير. ومن قلبي هيدا لألكم. الله يوفقك. حبيبت قلبي. محمد نحنا هيك تأرجحنا بين الوطنية وبين البسمة. أكيد ضحكتنا ما بتكتمل. عم بقلك لألك وعم بقلك جميع المشاهدين. ضحكتنا مشاهدينا ما بتكتمل إلا بالسلام. لما يكون كل لبنان عايش بسلام. عشان نتضحك من قلبنا. وضل ضحكتنا مع محمد حايك ومع غيره. تلعلع بجبالنا وبشواطقنا وبكل بقعة من لبنان. تصبحوا على ألف خير.